السلام عليكم اخواني اصدقائي تحياتي لكم الاخوان ومرحبا بكم الاخوان فادي الكنتيد اليوم الاربعاء اللي غيكون على الكروازي لاروش في القرون ناسيونال دوتروت الاخوان غد نحاولون جبدو من ندي شوفو بلا بأس الاخوان الرجعوا للسين كلود الكنتيد اليوم اللي كان دار تيزور در عفوا سعودي المليون ونص خلاص الاخوان وتنظن ان الوحد المثال تيقول اللي تخلي حرف من السنارة كي تعاقب عليه انا خليد تلك الحرف وهذا الحرف الاخوان كان عند الانها الاخوان انا ذكرت على الخيول الالمانية كنت كان اعتقد ان الخيول الالمانية فقط كانت عند الكارت وعند السيز وما اللي تقتبيه امتقى عمياء وجاو مخيبوش جاو وانما العود التالت ديال الالمان هو واللاس ما ديتهش فيها الاخوان ما شفتوش هذا اول عب اللي فيها بعض الخطرات من اللي كتجيك حلارة كي ذاك العود كيما كتشوف مادام مادر هدلون ترينورا رهاء المانية متيتهش فيه يعني تادر بتلاريبي فرانش كونتي من ليدرت اللايف واحد الصديق قال لي الانه كتو الان متيتهش فيه اخويا ربما لعندك الان سيدو اه بالنسبة الانه الماني سير اه عنده ربعات الالكنتيات يرا لكي بلاصة فيه اليوم كيما كنشوف والاخوان جاي من دوسلدورف بادن بادن كولون يعني هانوفر دوسلدورف عود لي ملهايم من احسن اه الاتيغان كينين فيه في الالمان ترواز زيان في العشرين عنده تلاتة وثلاثين دوس زيان في الان شرودونك الاخوان هادلعود كان هادا خاطع درتوه الاخوان يعني لي طوكار ما كانتش عليا ان اخد الخيول الانجليزية اللي كانت عند الانز وعند الانز وعند الانف خيول الانجليزية وانا ما كانتشك فيه وما اخوتي اه الربعة دياللي باري تيرف صحيحة من مئة في المئة كانت عندهم ويت سيس كارت سات جوج ديال الخيل انا مشيت لعند سات كارت سيس تسيس لعبته اه لعبت السايز لعبت الكنز اه ولكن الان مشالي حتى ضربت الاريذي عاد عرفت اللي شفت العود تلقيته الماني ولقيته ان اه خاطع كبير خاطع فادح يعني خويه الثلاثة الالمان كانوا اندي تلعبوه وكنت قلتها في اللايف بانا واحد الكنتي كانوا في خمسة دياللي زالمان وجاوا ربعاف لي زالمان يعني هدا يدول عنا الالمانيين في سين كلود مشي اه هو يكون جاري في اللاالماني يعني بدايات دياله تكون جاري في اللاالمان اه كبحل كبحل الكارت مثلا الكارت باور جاك اه اه عود اللي ركبحل ميكايل فوريست عود اللي يكون باز معامد موزيل كارمن بوسكايب لانا تنقول هدي من فيما كيتلقاو هاد جوج ديال اللون ترينور وديال الجوكي ركي على ريفي اه عود تاوار عجي من اللاالمان هانوفر بادن بادن دريستن هامبورغ اه تنظن ان الاخوان اه درني خاطري درني خاطري كانت كانت لاريبي بالنسبة لي انا كانت غا تكون قريبة يعني الكارت سايز اه يعني غايو اللي الويت اكس والسات اكس والسيس اكس يعني غايو اللي ودوك ثلاثة ديال اللي فافوري خسي قلع منهم واحد ودير الاكس را غايبقى الكنز مور اكس ويبقى الانز ويبقى تريز ويبقى الناف يعني ديزوردر كانت زوين اه على كل حال ماشي لفين ديموند هدي فقط كمعلومة ربما غتساعدكم من هنا القدام في ديكانتية ديال سين كلوت في شوفو دالمان هدا الاغير اه ديزوردر بزاف خلص اه 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 اما كتشوفوا الاخوان اه الاول اللي بقى ناقصني يعني كنا عرفت كون غي طليت علوه يعني نورمال مو غدين غدين ناخدوه ما طليتش بلو دولي الاسف بللي فلاقورت سايز ما بوش نشوفو اه انف ونشوفو غادي تحط غادي تحط وغادي ندكروه في اللايف على كل حال الاخوان غنساو هاد الكروازيلاروش غنساو هاد الكانتي ديال اليوم اللي تنظن اه يعني شعمل واحد غادي تأسف شعمل واحد الخصو داك اللاص تسعود المليونوس فلوس بوني سطر وخلصات بوني سكافي هني لا يلعب وي تشوفو يعني را غادي دي واحد العشرة او لاحد عشرة مليون فللي بونيس يعني بونيس كات داروشي الف وكلتمية درام اه ديزور در تعدونس بونيس ترواشي ميتين وخمسين درام او لا ميتين واربعين درام على كل حال الاخوان هاد الكروازيلاروش فيها ثلاثة ديال بوتو ويت فيها البوتو اين بوتو دو بوتو بوتو تروى فيها ثلاثة ديال الخيل خيول اللي هتكون في ري ما عدا الكنز ايرل سيمون لغايدير تفيراش ديال البلاكي عود جاي ملمونز هو اصلا ديال الجرون بري هو اصلا ديال الجروب اين يعني خمسين متر ومعنوش المشكيل فيها وانما را عود صحيح بزاف هاد العود يعني كان غاي ربما كان غادي شارك في البريد امريك ربما كان مرايد هاد العود ما شاركش رادي نفس دوز وسانك يعني ثلاثة ديال الخيل غايكون تنافسه بيناتهم نورمال مو رايقدر يشفيهم دوز بلية عارفية دوز باظير عندو الخمسة يعني هنحاول ورقزو على هاته اللي في البرومير بوتو البرومير بوتو من واحد حتى الاسة باظير الاخوان عود جاي ريقي لي غايدخل الناسيونال دوتروت جاي رابح في الفيشي جوج ديال الخطرات عود لي كيدير اخطاء في تيران كحل مثل الفانسن او للاكروازيالاروش را كيدير اخطاء وانما عندو واحد الافونتاج في البرومير بوتو البرومير بوتو غاد تنضن غايقدر يكون فيهم جوج ديال الخيل ما بين الواحد مع الاتجاج والكتائج والثلاثة والخمسة والستة الوخيل اللي يبلغ باتلttعه bisschenضع ıyorsunس ربما ربما الخمسة والستة او لخمسة والواحد او لجوج او لثلاثة لل sendimento ثم موجوج الخيلي سيكون في الثوزيان بوتو ويفقى عود ديال التروازيان بوتو والكنز الكورسة ما تكونش بعيدة كما كيتوقع الجميع فقط شكون اللي يطلع في الثوزيان بوتو غايكون انا كنعتقد بان ربما رقم 11 غادي بلا فيه والتناش 11 اتناش ربما يلي تاخد لها بلاس في الثوزيان بوتو كاخير عود في الترشوحات ديالي يقدر يكون رقم 7 السبعة ربما توفى فوري كذلك فوري جادي بون فوري جادي بون رقم 10 هنا ربما غايتلع وشي جوج ديال خيلي تندن ان الثوزيان يكون صوريد بعض الصوريد يعود لي تغلب على الكلين جيم في اخر في اخر كراونا سيناد تروت على مقادن اولا في القرآن ربما يكون كان بشاف كاتيجورية عالية الكلين جيم دوزيان مع الكلين جيم ربما دوزيان في الشاطو بريو مع الكلين جيم اعتقد ربما اول اختراع دي بشي بها مع الكلين جيم دوزيان مع الكلين جيم فوري جادي بون كندر تروازيام جانكو دي بوغاج والسبعة كندر سيزيام يمكن ان تجد المشكلة هادي العالين هادي ما كاندومش سترجع كاملا ما كاندومش ترجع كاملا سيبينيها ستتطلع شي حاجه فيهم هادي مول في ميلادي الخمس سنين ستقدر تكون حاضرة في الكلين جيم يجب أن يزاد معاهم فقط عودة واحد يعني دوز اونز اولا دوز ديس اولا دوز ست ست لكندر سيزيام الكنزة الاخوان ما عندوش المشكلة في خمسين مترو يعني يقدر الاخوان يحيد ديك خمسين مترو كيف قلنا فقط البروميار بوتو والبروميار بوتو هو اللي غيكون فيها لطوكار يعني فراغوناق ديلو رقم واحد ديكستر دوبو رقم جوج ديفين دونافاري رقم ثلاثة فارويل سيفن رقم خمسة ورقم ستا الريق وبيلو ديال الموتيخ هادو اللي غيقدروا يطلعوا فيهم جوج الاخوان جوج تماما وجوج توزين بوتو زائد الرقم خمسةاش كان اعتدر الاخوان على تقصير هدا كنسميه تقصير في البرونوستيك يعني مشيت كنت قريب واحد نوعا ما يعني راكننا قراب السيد كان فحيح قتلهم فلاريذي وردوه سين كيام الكانوذ احتوى طلع الكارت كان عندنا بعض صوليد فقط الاخوين اللي دارت البياج هي السبعة او لسبعة مليار وكان ظن ان الباري تيرف لعبوه لدوك الربعة الولين ديال الباري تيرف كتكون فيها سير جوج ديال الخيل وان شاء الله في اللايف اليوم وان شاء الله في القناة التانية ديالنا واندروا فيها اللايف ونصلوا بشي نتيجة ان شاء الله اخوان تحياتي لكم ومع السلامة اشتركوا في القناة